كريم موسيلين من الكريمات اللذيذة جدا وطعمها غني وقوامها متماسك متأكدة انكم لما تجربوها هتكون وصلتوا لطعم الكريمة الفانيلا اللي كنت بتدوروا عليه مناسبة لعمل الكيكات وتزيينها وحشو الإكلير والملفي وكافة المعجنات كريمة الموسيلين واحدة من عائلة الباستري كريم اللي حضرناه في الفيديو السابق وتعرفنا فيه على أنواع من الكريمات لعائلة الباستري كريم ضروري ترجعوا للفيديو عشان تقدروا تفهموا معايا الفيديو ده وفيديوهات قادمة بإذن الله هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف في فيديو النهاردة هنحضر مع بعض كريمة الموسيلين ونتعرف عليها أكتر وكمان هنستخدم الكريمة في عمل كيك فراولة بسيط وجميل جدا بدون أي أدوات ومناسب لأي ست بيت هبدأ بشرحة خفيف كده عن كريمة الموسيلين عشان نقدر نفهمها الأول وبعدين هنحضر الكريمة من الفيديو السابق اتعرفنا على كريمة الموسيلين إنها عبارة عن باستري كريم بكون محضرها زائد زبدة زبدة بخفقها واضفها للباستري كريم أو بعد ما حضر الباستري كريم ويبرد بأخفقه واضيف لي زبدة الزبدة دي ضروري إنها تكون نوع حيواني كل ما كان طعم الزبدة كويس ولون هأفتح كل ما ده فرق معايا في الطعم النهائي للكريم موسيلين وطبعا الزبدة بتكون غير مملاحة اللي احنا بنستخدمها دايما في عمل الكريمات نقدر نستخدم زبدة نباتي فيه ناس طبعا بتحضرها بزبدة نباتي لكن يكون عارفين إنها غير صحية وطعمها مش هيكون أبدا بنفس طعم الزبدة الحيواني هل أنا بضيف الزبدة بمقدار معين للباستري علشان أطلع بكريمة موسيلين مصبوطة البعض بيضيف كمية الزبدة بنسبة واحد لواحد للباستري وفيه اتنين لواحد وفيه كمان ناس بتضيف تلاتة لواحد وبنوصل لأربعة لواحد يعني الباستري أربعة من الباستري يقابلهم واحد بس من الزبدة يعني كيلو باستري أصاده ربع كيلو من الزبدة كل ما أنا قللت كمية الزبدة كل ما تماسك الكريمة عندي هيقل شوي أنا أفضل حاجة شفتها مناسبة هي نسبة اتنين لواحد وهي مناسبة في الكيكات نسبة تلاتة لواحد وأربعة لواحد الكريمة بتكون يعني تمسكها قليل جدا فده حلو في المعجنات في الإكلير في الملفي بتكون الكريمة طعمها لذيذ جدا جدا وكمان بيكون قوامها مظبوط للمعجنات مش محتاجة إنه يتماسك بشكل قوي لكن واحد لواحد واتنين لواحد مناسبة مع الكيكات الكيكات بتكون محتاجة حشوات متمسكة أقدر أحشي بيها وأزين بيها عشان نفهم أكتر مقدار الباستري كريم اللي أنا حضرته معاكم في الفيديو السابق كان بعد التحضير بنوزنه يطلع معايا تلتمية وأربعين جرام طيب ده هضيف عليه زبدة قد إيه أنا قلت إن أنا بحب أستخدم نسبة اتنين لواحد يعني اتنين مقدار من الباستري كريم يقابلهم واحد من الزبدة يعني نص الكمية فأنا لما يطلع عندي تلتمية وأربعين جرام من الباستري كريم هستخدم ليهم مية وسبعين جرام من الزبدة هيطلع معايا المقدار حلو قوي مناسب طعم الكريمة مش مليان زبدة ولا دسم أبدا معانا ملاحظة مهمة قبل ما نبدأ بقى في تحضير الكريمة الباستري كريم اللي أنا هكون محضرة والزبدة اللي هستخدمها الاتنين ممكن يكون أنا كانوا موجودين في التلاجة فلازم لما نيجي نخفقهم مع بعض يكونوا في حرارة الغرفة حرارة الغرفة دي البعض قال إنها 20 درجة سليزيس والبعض قال إنها 25 درجة سليزيس يعني نقدر نقول إنها بتتراوح ما بين العشرين والخمسة وعشرين هي دي حرارة الغرفة اللي المفروض أستخدم فيها الباستري كريم والزبدة تعالوا بقى الكلام اللي احنا شرحنا دلوقتي نطبقه عملي في تحضير الكريمة معايا الباستري كريم اللي حضرناه مع بعض في الفيديو السابق المفروض بعد التحضير زي ما اتفقنا إننا بنوزنه أنا كنت المفروض أوزنه معاكم عشان تشوف الخطوة دي لكن تحمست للشغل كده على طول ونسيت أوزنه معاكم فأنا لما بوزنه بيطلع 340 جرام ويبناء عليه الكمية دي نصها هيكون زبدة فأنا هبدأ بخفق الباستري كريم لحد ما يبقى قوامه كريمي كده هو طبعا في حرارة الغرفة ويأضيف عليه الزبدة قطعة قطعة وأخفقهم مع بعض وممكن نعمل العكس إني أبدأ بخفق الزبدة لحد ما تهيش ولونها يفتح وبعدين تدريجيا أضيف عليها الباستري كريم واتفقنا اللي اتنين يكونوا بحرارة الغرفة اللي هي من 20 ل 25 درجة طيب أنا 6 بيت ما عنديش ميزان مش هعرف درجة حرارة الغرفة 20-25 نوصل لها إزاي فيعني بطريقة بسيطة كده إن أنا مش عايزة الباستري كريم يكون فيه أي سخونة يعني ما فيهوش أي سخونية وفي نفس الوقت ما يكونش لسه خارج من التلاجة ويهو بارد قوي فلما أجي أخفكه يعني يتكتل مني أو يفصل أو يحصل فيه أي مشكلة فعلى أقل الزبدة والباستري كريم يكون مخرجاهم من التلاجة قبل بساعة أو ساعة ونص زي ما أنتم لحظين أنا بضيف الزبدة تدريجي للباستري كريم وكل ما بضيف الزبدة واخفك بالمضرب الكهربائي الباستري كريم عندي بيهيش ولونه بيفتح وخلاص بدأ يكون شكله كريمي هنخفك حوالي من دقاتين لتلات دقايق عشان نوصل للقوام الكريمي المزبوط الكريمة جاهزة عندي للشغل لو هحشي بيها إكلير أو أي معجنات أو ملفية أقدر أشتغل بيها على طول لو أنا هستخدمها في الكيكات فيبقى الأفضل لنا أننا ندخلها التلاجة ترتاح على الأقل ساعة بعد كده نخرجها نقلبها بالإسباتيولا ونشتغل بيها علشان مع الخفك الكتير للزبدة بيخليها سيلة أكتر وقبل ما نحفظها في التلاجة لازم نغلفها وتغليف مباشرة على سطح الكريمة لأن زي ما اتفقنا كل كريمات عائلة الباستري كريم بتعمل إشرة لو تعرضت للهوى تعالوا بقى نستخدم كريمة الموسيلين اللي احنا حضرناها في عمل كيك الفريزي كيك طعمه جميل جدا جدا وكمان بسيط قوي بدأت بتحضير سبونج الفانيلا اللي أنا هستخدمه في عمل الكيك حضرت نفس المقدار اللي حضرته معاكم قبل كده في فيديو سابق تقدروا ترجعوا لي موجود بقناتي على اليوتيوب وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو بنحضره في صاق 30 في 40 وبقص منه حسب حجم الكيك اللي أنا هعمله وطبعا دي وصفتي المفضلة والمعتمدة في عمل الجاتوهات والسويسرول ويكيكات الأمواس لإننا تكتب جد رائعة بعد ما بنحضره لازم نغلفه كويس علشان ما يتعرضش للهوى ويحافظ دايما على طروط ودول شرحتين سبونج الفانيلا اللي أنا هستخدمهم في عمل الكيك اللي هنحضره مع بعض كمان معايا كريمة الموسيلين اللي إحنا حضرناها في أول الفيديو بنحطها في أكياس حلواني عشان نقدر نتحكم فيها وإحنا بنشتغل كمان يكون معايا فراولة فرش تكون نحاول وإحنا بنختارها يكون لونها أحمر ويكون حجمها إلى حد ما قريب لبعض عشان شكل الكيك النهائي يكون مزبوط كمان هيكون معايا فراولة بقطعها مكعبات صغيرة عشان هستخدمها في حشو الكيك من الداخل معايا سيروب هس إي بي اسبونج الفانيلا اللي هو بيكون عبارة عن نص كوب من المية وربع كوب من السكر يغلوا مع بعض على النار وأسيبهم لحد ما يبردوا هنتكلم على الآلب المفروض أستخدمه في عمل الكيك ممكن نستخدم الإطارات اللي بتتحرك دي بتتوسع وتتديق حسب حجم الكيك اللي احنا عايزينه وأقدر أستخدم كمان الإطارات اللي هي مقاس واحد دي مش بتتديق ولا تتوسع أبقى خلاص عارفة أن ده مقاس الكيك اللي أنا هشتغل فيه وده حلو جدا وأنا هفضله وأشتغل فيه معاكم الفيديو ده وأقدر كمان لو أنا ست بيت ما عنديش الإطارات دي أستخدم صنية التشيز كيك اللي هي بتتفتح بالشكل ده بحط فيها طبقة الكيك وأرص الفراولة زي ما هنشوف دلوقتي أنا هستخدم معاكم الإطار ده وضفت فيه ورقة فيكيوم من الداخل علشان تساعدني في الآخر أن أنا أحصل على شكل احترافي مظبوط قوي وكمان بتسهل معايا خروج الكيك من الإطار فلو ده أردر عندكم يعني شغالين مشروع منزلي وهتعملوه أردرات يفضل استخدام الفاكيوم هنقص الفراولة من النص بالشكل ده وهنبدأ إننا نشتغل كيك الفريس فيه طرقتين لتحضيره أول طريقة إني أسبت الكيك في الأول وأرس طبقات أرس الفراولة وأحط طبقات من الكريمة وبعدين ننتهي بطبقة كمان من الكيك فبالتالي الكيك بيكون ظاهر عندي برا كطبقة تحت والطبقة فوق وفي النص فيه الفراولة والكريمة أنا بصراحة ما بحبش إن شكل الكيك يكون ظاهر برا فأنا هشتغل معاكم بالطريقة التانية في الطريقة التانية واللي أنا بفضلها إننا بنرس الأول الفراولة على جوانب الآلب بالشكل ده وبعدين هسبت الكيك فالكيك بيكون من الداخل فده ما بيظهرش معايا في برا الكيك زي ما إنتوا هتشوفوا معايا الكيك في الآخر شكله هيكون عامل إزاي فاختاروا الطريقة اللي إنتوا تحبوها كل ما اهتميتوا بتصبيت رص الفراولة في داخل الإطار كل ما ده هيكون أفضل لنا في الشكل النهائي للكيك طبعا الفراولة أخدت من حجم الآلب عندي فأنا لازم أقص الكيك تاني كده لإني في الأول كنت أقصهم على مقاس الآلب بالزبط 20 سنطي فحاول أخذ من الجوانب علشان يدخل داخل الإطار بعد ما ثبته بالشكل ده هسقيه بالسيرب وبعد كده هشتغل بي الكريمة الأفضل لنا وعشان الكيك يكون عندنا شكله احترافي وجميل إننا نخلي الكريمة في كيس حلواني ونشتغل بالطريقة دي عايزين نملك كل جوانب اللي ما بين الفراولة عشان الكريمة دي تكون ظهرة عندي في الخارج وحاولوا وإنتوا بتشتغلوا تسبتوا الفراولة ما تروحش منكم يمين وشمال عشان كمان ده هيكون أفضل لنا في الشكل حاولوا تركزوا معايا بقى إنكم تشوفوا طريقة التحضير أفضل ما أنا أتكلم ترجمة نانسي قنقر طبعا أنتم لاحظين إن الفاكيوم عندي عالي عن القالب وده لأن أنا عاملة حسابي إن لسه في طبقة من الجلي هضيفها لكن لو أنتم مش هضيفوا طبقة جلي فالأفضل لو أنتم هضيفوا ورقة فاكيوم تكون بنفس حجم القالب بالزبط عشان تقدروا تساوي السطح كويس أنا هنا لإني هضيف طبقة من الجلي فده مش فارق معايا في تسوية سطح الكيك أي شكل هنعمله كده كده مش هيظهر معانا في الآخر هندخل بقى الكيك يرتاح في التلاجة لحد ما نحضر طبقة الجلي دي كل مكونات تحضير طبقة الجلي هسبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو أول حاجة عندي جيلاتين ومية بردة هضيف المية البردة على الجيلاتين وأقلبهم مع بعض كويس وندخلهم التلاجة لمدة عشر دقايق ده بيساعد الجيلاتين على إنه ينشط ويديني نتيجة أفضل بيجيني أسئلة نقدر نستغنى عن الجيلاتين في تحضير طبقة الجلي طبعا صعب لإنه هو المادة اللي بتربط البيوري والفراول عشان نحصل على طبقة الجلي في بديل لي اللي هو البكتين لكن مش هيكون متوفر عند الكل فالأفضل لنا هنا استخدام الجيلاتين هضيف بيوري الفراولة والسكر على النار بيوري الفراولة هو عبارة عن يعني عصير فراولة بدون أي إضافة لا سكر ولا مية نقدر نحضره من فراولة فريش أو فراولة مجمدة مفيش أي مشكلة وهنا عشان ما نضعفش من قوة الجيلاتين فاحنا مش هنخلي الخليط يغلي بشكل نهائي أول ما يبدأ يغلي هرفعه من على النار أضيف الجيلاتين وهنا أنا كنت أضافت الجيلاتين بس للأسف الخطوة دي ما تصورتش معايا فأنا بضيف الجيلاتين على طول أول ما ارفعه من على النار بعد كده هضيف قطع الفراولة ليه ما ضفتهاش في الأول لأن أنا حابة أنها تحافظ على نفسها ما تتبلش من السخونة طبعا الخليط عندي هيكون لسه سخن لو قسته بالترمومتر هيكون درجة حرارته حوالي خمسين أو تمانية وأربعين فما قدرش أصبه على الكيك بدرجة الحرارة دي فأنا هصبه في طبق الأول عشان يعني يساعده أنه يبرد بسرعة ما ينفعش أدخله التلاجة لو دخلته التلاجة الجيلاتين هينشط ويشد ومش هقدر أصبه على الكيك فإحنا هنسيبه يبرد بحرارة الغرفة لو في الشتاء هياخد معنا حوالي نص ساعة ونوصل لدرجة حرارة حوالي تلاتين ولو في الصيف هياخد حوالي ساعة الأفضل قبل صب بطبقة الجيلي إنه ننظف الفاكيوم بورق مناديل بالشكل ده علشان طبقة الجيلي تطلع نظيفة وما فيهاش أي كريمة أول ما بتوصل الجيلي عندي ووصل لدرجة حرارة تلاتين هصبه فوق الكيك بالشكل ده وطبعا لإنه فيه قطع فراولة فاحنا نحاول إننا نزبطه علشان ما يبقاش القطع متركزة في مكان واحد هندخل الكيك المجمد لمدة نص ساعة طبقة الجيلي بتتماسك وبتكون تمام بعد كده أقدر أنزل الكيك للتلاجة ويفضل إنها تكون ليلة كاملة فيه التلاجة حوالي يعني 12 ساعة علشان نقدر نخرجها بسهولة وتكون متماسكة وشكلها احترافي وجميل لو فيه ورقة فاكيوم داخل الإطار زي اللي أنا حطيتها في أول الفيديو ده بيسهل علي خروج الكيك زي ما هتشوفوه معايا دلوقتي وهو محتفظة بيه في التلاجة بس لكن لو ما كنتش ضايفة ورقة الفاكيوم فده معناه أني لازم أدخل الكيك المجمد كام ساعة عشان الكريمة تتماسك كويس وأقدر أخرجها من الإطار بسهولة بدون ما الكيك يتبهدل مني زي ما احنا شايفين كده طبقة الجيلي رائعة طلع لونها نظيف جدا ما فيهاش أي كريمة متسوية شكل القطع الفراولة فيها جميل مش محتاجين أننا نضيف أي تزيين على الكيك من فوق لكن طبعا لو أنتم حابين تزيينه بكريمة أو أي حاجة لونها أبيض من فوق طبقة الجيلي أكيد بروحتكم لكن أنا حبيت أنها تبقى بسيطة كده وأهم حاجة فيها الطعم الجميل ملاحظة مهمة حابة أضيفها هنا أننا لو جمدنا الكيك لو دخلنا الكيك المجمد لأي سبب أنا اضطررت أدخله علشان مستعجلة على التصوير فبتكون النتيجة أن بيكون فيه طبقة خفيفة من الميا على طبقة الجيلي من فوق وعلى حبات الفراولة اللي على الجوانب وده بيكون بسبب أن الكيك بيتجمد ولما يخرج لحرارة الغرفة أو ينزل في التلاجة تحت يعمل طبقة الميا دي أتمنى أني أكون قدرت أجمع لكم كل المعلومات المهمة بخصوص كريمة الموسيلين وتكونوا استمتعتوا بمشاهدة تحضير كيكة الفراولة وهتساعدني تطبيقاتكم ومشاركتكم وكمان تعليقاتكم على الفيديو وأشوفكم بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة وضمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته